اشتركوا في القناة فاطمة الزهرة فاطمة كتقول الله يخليك يا دكتور ما هو افضل علاج للثة لان طبيب الاسنان قال لي ان اسناني في خطر رغم انني كننظف اسناني باستمرار والله يجازيك بخير وشكرا فالاخت فاطمة الزهرة كتقول بان عندي مشكل ديال اللثة بمعنى ان كان هناك هروب ديال القطعة الحمية على الاسنان او القطعة الحمية على العظام اللي كان في البلاق النطير ديالنا وهذا كيرجع اساسا الى ان كان هناك واحد من ديزينتغراتيون يعني من هادوك الاشياء اللي كتجعل السيمة ما بين اللحم واسنان هادوك الطرف ديال السيمة كيمشي ولمك نقول طرف ديال السيمة شكون هي السيمة اللي كتكون لنا في الاسنان ديالنا وما الاملاح المعدنية فالاملاح المعدنية لما كيكون هناك فيهم خلل او لا قلة او لا نقص هناك يقول لي الامكان يلتعرض لما يسمى بهروب اللثة وارد وشنو اول حاجة اللي خصنا نقوم بها وهو انني نغدي الدد يالي با ما يسمى بالاملاح المعدنية وشنو هي الاشياء الغنية بالاملاح المعدنية كان عندنا لا الويفيرا العصير ديال لا الويفيرا لان يخدو الانسان باستمرار ثلاثة ديالمعالق كبار في اليوم ثلاثة ديالمعالق في الصباح ثلاثة في الغداوثلاثة في الليد فهذه او من الاشياء اللي كتعطي قدر كافي جزم من الاملاح المعدنية وبالتالي تكون هذه الإمكانية ديال إعادة الليثة للمكان ديالها ثم كان المسألة الثانية وهي شرب كذلك العصر ديال الخيار فالعصر ديال الخيار غني بالأملح المعدينية اللي كتغندي للجسم كله وخاصة الليثة وكذلك البخيل كل ما اخذتها وكل ما تعطيني لماكسيموم ديال الأملح المعدينية اللي تقدر تعاوني على إعادة جبير اللثة وإعادة الالتساق ديالها على العضم ديال الأسنان وعلى العضم اللي كيشدو كذلك الأسنان وعاد ديك ساعة كنحاول نغسل للفم ديالي بالمعجون ديال الأسنان اللي يكون فيه ما يسمى الشامبينيو غانو ديرما الغانو ديرما اللي موجود في المعجون ديال الأسنان فهو كيلعب دور كبير وكبير جدا في أنه كيرجع الليثة إلى المكان ديالها وهدي المعجون ديال الغانو ديرما ممكن استعمله ثلاثة المرات في اليوم وغتشوف بأن النتيجة سريعة ومن بعد خمستاشر يوم غتشوف بأن الحمد لله الليثة بدت كترجع للمكان ديالها وكتلصق على العضم لكم مني أفضل تحيات الدكتور محمد أحسين اشتركوا في القناة